ضيفنا بهالفقرة الرائعة هو خي وصديق للي الخوري الدكتور أنتوان خوري بيرتوني أهلا وسهلا فيك يعني نحن مسرورين جدا بعرف اختصاصك استيجامعي رعيتك اللي بتحبه بالفدار كنيسة السيدي شغلك مع لجنة العيلة بالأبراشية وزاخر جعبي ملياني من العطاء اللي ما بيعرف الكلل ولكن بيرزيني بحكمي بعمق وكمان عندك اطلالات كتابات رائعة جدا مننتظرها دايما يعني منفرح نسمعلك نقرالك وهيدا شي بفرحني جدا اليوم منشوف بعيد تليليميار منشوفها الشاشية اللي على مدى واحدة وثلاثين سنة دخلت البيوت بدون السئزين كل البيوت بلبنان وبعالم الانتشار وجمعت بين الكل ماذا تعني لك شاشة تليليميار مساء الخير أبونا وشكرا على هالكلام اللطيف وبرلك المجد لله لأنه كل شي فينا هو حتى نمجد الرب لما مفكر تليليميار على الصعيد الشخصي بشوف صورتين الصورة الأولى هي صورة الخميرة في العجين والصورة الثانية هي صورة الأريوباغوس تليليميار وأنا ذاكر كتير نشأتها بلشت بشكل كتير متواضع سرت بشرايين الكنيسة كل خميرة في العجين وقدرت من بعد جهد كتير كبير وبشكل هيك متواضع ووديع وبسيط قدرت أنه تحتل إلى مراكز بقلوبنا ومش بس بقلوبنا كلبنانيين مش بس بقلوبنا كمشرقيين وإنما قدرت تحتل مراكز بقلوب كل الناس على مستوى العالم لا سيما المسيحيين وغير المسيحيين بشوف الصورة الثانية هي صورة الأريوباغوس ليش؟ بولوس لما راح على قتينا بدوا يعلن البشارة وجد هالمكان يلي بيلتقوا فيه كل الأشخاص يلي بيبحثوا عن أجوبة لتساؤلاتهم وهونيك كان لأريوباغوس هو الوسيلة يلي من خلاله وبواسطة أعلن البشرة بيسوع المسيح الميت القائم من بين الأموات والذي يدعونا إلى الحياة معه في القيامة إلى أن نقوم معه بس كيف أدم موت وقيامة يسوع؟ أدموا بلغة العصر يعني باللغة يلي بيفهمها الأشخاص يلي موجودين أنا ذاك في الأريوباغوس هاك تلاليوميار على مدى هالسنوات يلي رفقتنا فيها ولازالت عم بترافقنا فيها وإن شاء الله على الدوام مثل ما رفقتنا ترافق كمان الأجيال اللي جاية عم بتخاطب الأجيال باللغة وبالطريقة وبالأدوات يلي هي مناسبة وملائمة وبتتماشى مع هيدا العصر بيرتوني نحن بنعرف الكنيسة طولة أهمية كبرى اليوم للإعلام هو رسالة كبيرة اليوم كيف تقرأ الكنيسة موضوع الإعلام وكيف تواكب أيضا موضوع الإعلام حتى تفتح آفاق جديدي للإنجيل عبر الإعلام سنة 1848 إذا ما أنا مغلط بهالتاريخ هيدا بلاشنا نحكي مع البابوات اللي سبقوا بلاشنا نحكي عن أهمية الإعلام بظل هالمتغيرات الكبيرة يلي بلشت تحدث بالعالم ويلي صارت بسبب الثورة الصناعية والثورات يلي تلتها إلى الآن الثورة الصناعية ما في شك أنه أحدثت نوع من التغير بالمفاهيم قلبت المقييس وقلبت المفاهيم وهنيكي كان الكنيسة عليها أن تجيب على تحديات كتير واكبة هذه الثورة الصناعية وبلاشنا نحكي عن طريقة إيصال البشرة إلى الناس بطريقة جديدة بطريقة بتواكب كمان بذلك العصر بتواكب كمان العصر بلاشنا نحكي فائزا عن أهمية الإعلام عن الطريقة يلي من خلالها منقدر نوصل الكلمة بياسوع المسيح منقدر نحمل كلمة الرجاء الكلمة يلي بتعبر عن تعاطف الكنيسة عن إربا عن أبوتها عن أمومتها مع الناس المتقلمة مع الناس اللي عم بتعاني بتعبر عن حضور الكنيسة أيضا إلى جانب وفي قلب المجتمع يلي بحاجة أنه يسمع كلمة حلوة ونيكي بلاشنا وبلش تتطور المفاهيم إلى أن وصلنا إلى اليوم بحب أقولك أنه من الأشياء الرائعة يلي الكنيسة تطلق فيها تسميات على الإعلام هي وسائل نبوية الإعلام هو وسيلة نبوية هي موهبة أو وسيلة وهبها الروح القدس وهي بتلقلنا من الروح القدس ليه لأنه بتمكننا من أنه نوصل صوت الله بطريقة أسهل هي القوة الأقوى الفاعلة الأفعال اليوم على ساحة العالم وعلى ساحة المجتمع هي وسائل يعني محترمة يجدر بنا استعمالها أول رسالة برسالة الفادي اللي كتبها جون بولدو يوحنا بولس الثاني كمان بيأكد فيه على أن على الكنيسة واجب أن تستعمل كل الوسائل التي يستعملها العالم من أجل إيصال هذه البشرة ما بدنا ننسى اليوم العالمي كمان لوسائل الآلام يلي فيه كمان الكنيسة بتلفط النظر وبتدفع باتجاه أهمية الآلام في إيصال رسالة المسيح في إيصال رسالة ورشة السلام إلى قلب العالم في تقريب العالم من بعضه البعض في التأسيس لثقافة قائمة على المحبة قائمة على الاحترام المتبادل ثقافة بتجمع الشعوب مع بعض البعض ما بتفرق ثقافة تعمل وتجتهد من أجل إرساء أسس الأسس القيم أسس الفضائل في العالم أسس بتليق بالإنسان بالإنسان المخلوق على صورة الله ما بدنا ننسى الراديو يلي راديو الفاتيكام مثلا ما بدنا ننسى إزاعة الفاتيكام ما بدنا ننسى كل المحطات والإزاعات المرتبطة بالكنيسة بشكل مباشر ويلي هي جزء لا يتجزأ من رسالتها نحن اليوم مش بس نلقي البشارة من على المنبر الكنيسة هيدا لا بديل عنه ولكن البشارة صارت إلى أدوات كتير من خلالها نقدر نوصل ونطال كل الناس من هيك الكنيسة اليوم بتأكد على أهمية وسائل الإعلام في نقل البشرة إلى كل العالم بدي أرجع معك كمان لشغل كتير مهم هو هالتليفزيون هيدا تليلوميار يعني بتاريخه بأداءه بمسيرته كان يولي دائما الفكرة الديمة أن نمرق قيم الإنجيل للعائلة يعني مرتبطة التليفزيون كمان بالعائلة لكل الأعمار لكل الإشاء شو أهمية اليوم العائلة أن تكون مشاركة مع التليلوميار تكون عم بتشاهد التليلوميار لأنه يقدم لأن اليوم كثافة مهولة جدا من الشاشات من البرامج العالمية اليوم بتجي التليلوميار بصوت مختلف تماما مع تقديرنا لكل الفنون لكل الإشاء اللي تقدم بإعلام العالمي والعالم لكن تليلوميار عنده ميزة خاصة أنه هو تليفزيون العائلة أنا هيك بسمني خليني إلا كمان أبونا أن تليلوميار عنده وعي إلى من يتوجه لما التليفزيون حالة تليفزيون إن كان تليفزيون ديني أو كان تليميزيون تليفزيون غير ديني بيعرف بينه وبين ذاته وبقرارة نفسه أنه يتوجه إلى الإنسان تختلف الصورة بس لما التليفزيون بياخد أرار بأنه يستغل ويستعمل الإنسان أيضاً حلو الصورة حلو تختلف مية بالمية منشوف اليوم بأنه في نزعة عالمية نزعة عالمية إلى تظهير البشاعة وإلى تظهير ونقل الأخبار السيئة وكأن لا وجود للخبر المفرح في العالم ونحن بنعرف بأنه تداعيات الخبر السيئ على صحة الإنسان النفسية على صحة الإنسان العقلية على صحة الإنسان الروحية على صحة الإنسان الأخلاقية دايش سيئة وبنفس الوقت نحن بنعرف دايش وطئة وتداعيات الأخبار الجميلة والخبر المفرح والبشرة السارة على صحة الإنسان العقلية والنفسية والصحة الاجتماعية والصحة الأخلاقية تلاليوميار هون تلاليوميار مدرك بأنه يتوجه إلى الإنسان مدرك بأن العائلة هي الأساس هي التي تخرج هذا الإنسان لهذا السبب نلاحظ بأنه سيب لي الرسالة التي يحملها هي رسالة موجهة تصيب الإنسان عمق الإنسان بشكل مباشر سهل كثير أنه نخاطب الغريزة أكيد سنجيب أشخاص أكثر سنجيب مشاهدين أكثر صعب كثير أنه نخاطب الروح أنه نخاطب الأخلاق أنه نخاطب القيم أنه نصنع الإنسان صناعة الإنسان هي الأصعب تلالوميار تصنع الإنسان لها سبب التحديات قدامها كتير كبيرة ولكن صيقوا أنا غلبت العالم هي مش وحدة هيدا العمل منه عملي وعمل حضرتك أبونا منه عمل فرير نور منه عمل تلالوميار كمؤسسة هيدا عمل الله ولما الرب بيعرف بيعرف أنه نحنا منحبه وبيقرأ قلوبنا وبيشوف نحنا داش من غار عليه الغيرة الإيجابية هو بيسهل الطريق وهو بيساعدنا كيف ننفذ ونخرق القلوب بدي بعد أطرح سؤال شو دور المكرسين مع التلالوميار أول شي بالتلقي كمان لأنه أوقات في عنا كتير شاشات قدامنا كمان بس كمان هالشاشة أوقات قدي تنقل أفكار أخبار الكنيسة إشياء كمان مهمة مهمة لألون وشو دور المكرسين كمان تكونوا عم بيشاركوا في إيصال البشرة في شغلتين أبونا بتحكي عنهم الكنيسة الأمر الأول هو تحس الكنيسة وتشجع المكرسين من الرهبان والراهبات والكهنة على التخصص بهذا المجال كان عنا لقاء من فترة بالإكليركية البطرييركية المارونية بغزير لأني على تماث مع هذه الأمور كلها سووا كيف شو دور الأعلام في تغيير الزهنية في قلب العالم اليوم قلتلهم للإكليركيين قلتلهم نحن بحاجة إنه كم مننا يتخصص الآلام نحن عنا تخمة في الإكليركيين يعني متخصصوا في الروحانيات يتخصصوا في اللهوط الأدبية في القانون في اللهوط إلى آخره اللهوط العقائد إلى آخره ولكن عنا نقص كتير كبير كرادلة عليه أن يحمل في جعبته ألفين سنة من تعاليم الكنيسة يعني اللي بده يطلع على الإعلام بده يكون فعلا مسؤول مسؤول وبده يكون مدرك لأهمية ما يفعله بده يكون مدرك لأهمية المادة يلي عم بقدمها مش إنه أنا طلعت على الإعلام ومش كل شخص جدير بإنه يطلع على الإعلام من هاك في أنوم بالكنيسة بيمنع الكاهن إنه يطلع يطل إطلالة عالمية بدون ما ياخد إذن الأسقف ليش إذن الأسقف لأن الأسقف بحكمته ونباهته هو بيعرف مين قادر من الكاهنة ومين جدير من الكاهنة والمكرسين أو المكرسات يطل إطلالة عالمية ويوصل هالمادة الإعلامية بطريقة كتير لائقة بختم هاللقاء الشيق معك كمان ماذا يعيد بيرتوني تلالوميار والنورسات البداية والنهاية هي إنحناء إنحناءة شكر لكل الذين يطعبون لكل الذين يقدموا من زيت إيديهم المحسنين لتلالوميار لكل الأشخاص يلي عم يوضعوا مواهبهم مواهبهم الحلوة في خدمة البشرة بالإنجيل لكل الأشخاص يلي عم بكرسوا من وقتهم وقتهم السمين لكل الأشخاص يلي عم بيعطوا بمجانية وحضرتك من بيناتهم أبونا لكلهم إنحناءة إنحناءة كبيرة واحترامة كبيرة وبسببهم اسم ياسوع المسيح عم بيبقى يتقلق في العالم من يوم ليوم من جيل إلى جيل وبسببهم بتضل إن شاء الله بتضل رسالة تلالوميار رسالة العنصرة ثقافة العنصرة منتشرة في قلب العالم ثقافة اللقاء ثقافة الحوار ثقافة السلام تلالوميار نور سات كل سنة وإنتي بأحلى صورة كل سنة وإنتي بتشعع علينا بأنوار الروح القدس شكرا بيرتوني خوري على هاللقاء الشيق معك